الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يعظم لكم الوجور وأن يني لكم ثواب طلب العلم وأن يجعلكم من المقربين لمقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنان الخلد ولعلنا أن نتقرب إلى الله جل وعلا بقراءة تمام كتاب الزكاة ومن مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنات فليتفضل القال بارك الله فيه الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على نبينا محمدٍ على آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاتاً ميتة أعطيتها مولاة لميمونة رضي الله عنهما من الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لستمتعتم بجلدها؟ ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها في هذا الحديث من الفوائد جوازه دفع صدقة التطوع لموالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث من الفوائد أيضا الكلام عن جلود الميتة وجماهير أهل العلم على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما جلد دبغا فقط طهر واستدلوا بحديث الباب وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل استمتعتم بجلدها؟ ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ وهذا مذهب لأمها بحنيفة ومالك والشافعي وذهب الإمام أحمد إلى أن جلد الميتة نجس وأنه لا يطهر بالدباغ واستدلوا عليه بما ورد في حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب والإيهاب هو الجلد وستدلوا عليه بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة قالوا فمن مقتضاء التحريم أن تكون نجيسة وهنا قد عمم الحكم بقولها الميتة فإن الألف واللام هنا للاستغراق فيشمل جميع أجزائها ولعل قول الجمهور أقوى لتتابع الأحاديث بجواز الانتفاع بجلد الميتة بعد تبغيه وأما حديث عبد الله بن عكيم فلعل المراد به الجلد قبل الدباغة فإنه قد حكى بعض أهل العلم من أهل اللغة أن اسم الإيهاب إنما يطلق على الجلد قبل الدباغ وأما بعد الدباغ فإنه يسمى جلد ولذا قال هنا إنما حرم أكلها وفيه إشارة إلى أن الأحكام الشرعية ومنها التحريم إنما تصدق على الأفعال فأما الذوات فإنه لا يحكم عليها بالحكم التكليفي فابكم الله قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم تصدق به على بريرة رضي الله عنها فقال هو عليها صدقه وهو لنا هدية بريرة رضي الله عنها كانت أمة مملوكة فاتفقت مع مالكيها على أن تدفع لهم تسع أواق على أن تعتق بدفع ذلك فذهبت إلى عائشة وطلبت منها أن تعينها على ذلك فرضيت عائشة بذلك على أن يكون الولاء لها فدفع لها المال فعتقت بذلك فأصبحت من موالي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفي هذا دلالة على جواز دفع الصدقة صدقة التطوع لموالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث جواز التصدق باللحم خصوصاً إذا كان هناك حاجة له وفي الحديث قبول الهدية ومشروعية دفع الهدية وفي الحديث أن المال يتغير حكمه بتغير نوع التصرف فيه فهذا اللحم كان صدقة لما تصدق به على بريرة فلما أهدته أصبح مال هدية ولم يعد ما لصدقه ولذا أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قعد الفقهاء قاعد في هذا الباب فقالوا تبدلوا سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات حسن الله إليكم قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى في الحديث من الفوائد فضل غزوة الحديبية وبيعة الرضوان فإن عبد الله قد أثني عليه بكونه من أصحاب الشجرة وفي الحديث جواز دفع الصدقات والزكوات إلى الإمام وأن الذمة تبرأ بذلك وفي الحديث مشروعية دعاء الإمام لدافع الصدقة وفي الحديث جمع الجماعة صدقاتهم لتدفع مرة واحدة كما كان القوم يأتونه بصدقاتهم وقوله اللهم صل على آل فلان معنى اللهم أثني عليهم وذلك أن لفظ الصلاة قد يراد به الثناء وبعض العلماء قال بأن الصلاة يراد بها الدعاء وفي هذا جواز إطلاق لفظ الصلاة على غير الأنبياء عليهم السلام ولكن لا يكون ذلك شعارا وإنما يطلق إذا وجد مقتض له وفي الحديث من الفوائد جوازوا الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجعل شعارا خصوصاً إذا صدر من الإنسان ما يكون سبباً للثناء عليه أحسن الله قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس قوله العجماء يراد بها البهيمة سميت بهذا الاسم لأنه لا يفهم ما تنطق به وقوله العجماء جرحها جبار أي أنه هدر فإذا قدر أن البهيمة أتلفت شيئاً من أموال الآخرين خصوصاً بمؤخرها فإنما أتلفته هدر لأن مسؤولية حفظ الأموال يقوم على أربابها وبالتالي فما أتلفته كان بسبب إهمال لأصحاب تلك الأموال فلا يتحمل مالك البهيمة شيئاً من التلفيات المترتبة على عمل البهائم وقوله والبئر جبار يعني لو قدر أن هناك شخصاً حفر بئراً فجاء آخر فسقط فيه فإن حافر البئر ومالك البئر لا ضمان عليهم فلا يجب عليهم دية ولا يجب عليهم دفع قيمة ما تلف في تلك البئر وذلك لأن المسؤولية في توقي هذه الآبار على من مر بها ومن هنا قاعد الفقهاء قاعدة بأن أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالحكم على المباشر ما لم يكن معذوراً وقوله والمعدن جبار يعني أن من حفر لأخذ المعادن أو من تلف بسببها فإنه لا ضمان على من حفر أو من كان المعدن له وقوله وفي الركاز الخمس المراد بالركاز أموال الجاهلية التي لا يعلم لها مالك فإنه يجب على من وجدها أن يدفع فيها الخمس عشرون في المئة يدفعها إلى بيت المال ثابكم الله قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال عبد الله فجعل الناس عد له مدين من حنطة قال نافع فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني وكان ابن عمر يعطي الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين في هذا الحديث وجوب صدقة الفطر صدقة الفطر تتعلق بانتهاء شهر رمضان كأنه لما أبقى الله عز وجل الشخص سنة أدى زكاة عن نفسه بأنه يدفع صاعا للمساكين ففي الحديث أن زكاة الفطر واجب من الواجبات وفي الحديث تعلق زكاة الفطر بشهر رمضان وقد اختلف أهل العلم في وقت دفع زكاة الفطر فقال بعض الشافعية تدفع في الشار كله ويجوز أن تدفع من أول الشهر لقوله زكاة الفطر من رمضان وذهب طائفة إلى جواز دفعها في السنة كلها وذهب الإمام أحمد وجماعة إلى جواز دفعها قبل يوم العيد بيوم أو يومين لأنه علق حكمها بالفطر من رمضان والفطر لا يكون إلا في نهاية الشهر ولذا قال في هذا الحديث وكانوا يعني الصحابة رضوان الله عليهم يعطون صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين ولذا فالأظهر جواز أن تدفع أول ليلة ثمان وعشرين فإذا انتهى الناس من صيام اليوم السابع والعشرين وأفطروا جاز لهم أن يدفعوا صدقة الفطر حينئذ لأن الشهر قد ينقص فيكون الحكم بتقديم الصدقة يوما أو يومين في اليوم التاسع والعشرين والثامن والعشرين واليوم يبتدئ من غروب الشمس فإذا أكمل الإنسان اليوم السابع والعشرين ودخل في ليلة الثامن والعشرين جاز له أن يدفع صدقة الفطر حينئذ وفي الحديث أن الواجب في صدقة الفطر مقدار صاع والصاع وحدة للحجم وليست وحدة للوزن والصاع كان معروفا في زمانهم ويعرفونه بأنه أربعة أمداد والمد ملء اليدين المعتدلتين وهو قرابة اللتر إلى قليلا وفي الحديث جواز دفع صدقة الفطر من التمر والشعير وقد كانت هذه هي المشهورة في زمانهم وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القمح وذكر الأقط فجاز دفع الزكاة من هذه الأصناف الأربعة وقد اختلف أهل العلم في الأصناف التي تدفع منها صدقة الفطر فقال أحمد والشافعي في أحد قوليه بأنه لا يجزئ إلا الأصناف المذكورة في الحديث وهي التمر والقمح والشعير والأقط ولا يجزئ غيرها وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن كل طعام يقتات فيجوز دفع زكاة الفطر منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر بأنها طعمة للمساكين فالأولون لم يجزوا إلا المذكورة في الأحاديث وهو التمر والقمح والشعير والأقط والزبيب والقول الثاني يقول كل ما كان مكتاتا جاز دفع الزكاة منه وعلى ذلك يجوز دفع الزكاة من الأرز والذرة وكل طعام يقتاته الناس والقول الثالث يقول بأنه يجوز دفع قيمة الطعام إلى الفقراء وهو أحد الأقوال الواردة عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وهذا القول فيه نظر من جهة أن الأحاديث نصت على ما يجوز إخراجه في صدقة الفطر فتعين حينئذ أن لا يقال بجواز إخراج صدقة الفطر إلا منها وما مات لها والقيمة ليست مماثلة لها ويدل على ذلك أن قيام هذه السلع متفاوتة وبالتالي لا يمكن أن يضبط ما هو قيمة لها وإذا تأمل الإنسان وجد أن صدقة الفطر متى أخرجت من الطعام لم يأخذها إلا المحتاج حقيقة بينما إذا كانت من النقود أخذها من لم تكن حاجته بذاك ثم إذا كانت صدقة الفطر من الطعام لم يأخذ منها المسكين إلا بمقدار حاجته وقد يزيد قليلا لكن إذا كانت صدقة الفطر من النقود فإن المسكين لا يكتفي بالقليل بل يطلب الشيء الكثير فيكون من الأحظ للفقير أن لا يترك باب منافسته في أخذ زكاة الفطر مفتوحا لأن لا يدخل معه من كانت حاجته أقل ولأن لا يستولي فقير على جميع صدقات الفطر وحينئذ يظهر لنا أنه لا يجزئ إخراج صدقة الفطر من النقود وأنه لا بد من إخراجها من الطعام وفي الحديث من الفوائد أن صدقة الفطر متعلقة بمن يمونهم الإنسان وينفق عليهم في شهر رمضان ومن هنا يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة زكاة الفطر على كل من ينفق عليهم سواء من ذريته أو من قرابته أو من مماليكه أو من خدمه أيضا وفي الحديث أنه يجب على الإنسان إخراجها عن من تحت يده من المماليك والأحرار والذكور والإينات والصغار والكبار وظاهر هذا أن زكاة الفطر لا يجب إخراجها عن الحمل في بطن أمه وقد ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه أخرج زكاة الفطر عن الحمل ولذا قال العلماء لأنه يستحب إخراجها عن الجنين في بطن أمه وإن لم يكن ذلك واجبا وفي الحديث إنحصار وجوب زكاة الفطر في المسلمين فإنه 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 يستحب من خدم أو مماليك لم يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنهم وفي الحديث وجوب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد فلا يجوز للإنسان أن يؤخر صدقة الفطر عن يوم العيد لكن لو قدر أن إنسان أهمل فخرج عليه العيد وهو لم يخرج صدقة الفطر فحينئذ إن كان في يومه قال الحنابلة أخرجها في يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن صدقة الفطر تغني الناس عن السؤال في يوم العيد ولذا قال أغنوهم عن السؤال وأما إذا كان تذكره بعد ذلك فإن أهل العلم قد اختلفوا في الحكم حينئذ فقال طائفة يخرج صدقة الفطر متى تذكرها وقال وقال آخرون لا يخرجها إلا من السنة القادمة ليتحقق فيها نفس المعنى بإغناء الفقر عن السؤال في يوم ضيافة الرحمن وفي الحديث من الفوائد جواز إخراج زكاة الفطر من الحنط ويالقمح وقد استدل جماعة بهذا الحديث على أنه إذا أخرج زكاة الفطر من القمح أجزاه أن يخرج نصف صاع وهذا مذهب أحمد وجماعة لأن عبد الله قال فجعل الناس عيد له مدين من حنطة وقد جاء في حديث أبي سعيد أن معاوية قال أرى مد من هذا يعدل مدين والأظهر من أقوال أهل العلم أن صدقة الفطر من الحنطة تماثل صدقة الفطر من غيرها من السلع والاكتفاء بنصف الصاع في الحنطة إنما هو اجتهاد لبعض الصحابة رضوان الله عليهم والأحاديث قد دلت على أن الواجب إخراج صاع كامل في صدقة الفطر ومن ثم فإن الأظهر أنه يجب أن تكون صدقة الفطر بالغة الصاع متى أخرجت من الحنطة وفي الحديث من الفوائد تقديم التمر على غيره من السلع في صدقة الفطر ولذا قدم ذكرها فقال صاع من تمر ولذا كان ابن عمر يخرج التمر في صدقة الفطر وفي الحديث أنه إذا لم يوجد الفاضل من ما يخرج في صدقة الفطر فلا بأس بإخراج غيره ولذا لما فقدت التمر أعطى ابن عمر شعيرا وفي الحديث جوازه أن يخرج لإنسان صدقة الفطر عن غيره ولو لم تجب نفقته ولذا أخرج ابن عمر صدقة الفطر عن أبناء نافع رضوان الله عنهم وفي الحديث أن من سأل صدقة الفطر جاز لك أن تدفع إليهم صدقة الفطر فتكتفي بي كونهم يسألون لأن ظاهر حالهم هو الاحتياج نعم حسن الله قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة زكاة الفطر يوم الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال أرى مدًا من هذا يعدل مدًين في الحديث مشروعية صدقة الفطر وفيه استمرار الصحابة على أداء صدقة الفطر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته وفي الحديث الاستدلال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال أبو سعيد كنا نطعم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة وفي الحديث إطلاق اسم الصدقة على زكاة الفطر وفي الحديث أن إخراج زكاة الفطر في يوم العيد أولى وأحسن لمن كان واثقا من نفسه أنه سيخرجها في ذلك اليوم خشية من أن يفوت عليه الوقت وفي الحديث أن الواجب في صدقة الفطر مقدار صاع وقوله صاعا من طعام قال طائف بأن المراد به الحنطة وقال آخرون بل هو يشمل جميع أنواع الطعام وهذه اللفظة تدل على رجحان قول من قال بأن صدقة الفطر تدفع من ما يقتاته الناس من أنواع الأطعمة وفي الحديث أن الواجب في صدقة الفطر هو صاع وفي الحديث جواز إخراج صدقة الفطر من هذه السلع القمح والشعير والتمر والأقط والزبيب وفي الحديث أن الواجب في زكاة الفطر هو مقدار الصاع وأنه لا يلزم ما زاد عن ذلك واستدل طائفة بحديث الباب على أن صدقة الفطر إذا دفعت من القمح جاز الاكتفاع على نصف صاع ولكن هذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه اجتهاد متى خالف الظاهر النص لم تقبل منه وفي الحديث من الفوائد اطلاق اسم الطعام على كل ما يطعم أو على البر خاصة وفي الحديث اجتهادات معاوية رضي الله عنه في مقدار ما يتم إخراجه في صدقة الفطر فهذه أحكام متعلقة بهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في كتاب الزكاة وبهذا يكمل هذا الكتاب أسأل الله جل وعلا أن يعظم لكم الأجور وأن يكثر لكم الثواب وأن يتقبل منكم الأعمال الصالحة كما نسأله جل وعلا أن يهب لنا علما نافع وعملا صالحا ونية خالصة ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل جنان الخلد وأن يرزقنا رفقة محمد صلى الله عليه وسلم كما كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارك الأرض ومغاربها وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم هداة مهتدين ونسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين